موسيقى انا بدعوك اليوم المسيح اللي اله السلطان ان يقول ايها الشاب لك اقول قم فقام المسيح الذي قال اريد فطهر المسيح الذي قال اريد رد البصر والبصيرة المسيح اللي طهر الهيكل هو رب السب المسيح هو الوحيد الذي يستطيع ان يفتح العمي عيون الاعمى وهذا دلالة الى الخلاص يحرر من سلطان الشيطان وانا عاوز اقول اليوم في بعض المشاهدين انك انت معذب بالاعمال السحرية ومعذب بالضربات الشيطانية عارف وحاولت حاولت بشتراته الوسائل وعم بتحس براحة يوم او يومين وبترجع بتتعذب انا عاوز اقول لك عندما تصلي باسم الرب يسوع المسيح وعندما تحتمي بدم الرب يسوع المسيح تستطيع ان تتحرر من قبضة الشيطان المسيح عنده السلطان ما كانش يأثر عليه سحر ولا عرافة ولا من مثل هذا لكن هم اللي كان يمشي كانت الشياطين تشرغ وهي المأمورية قال تخرجون الشياطين باسمه يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون انا عاوز اليوم من خلال هذا السلطان اول دعوة اريد ان اقول انه يسوع حي حاضر لربما انت شكيت في المسيح وانت شخص متردد وانك انت فعلا ابتعدت عن المسيح وانكرت المسيح وانك انت فعلا خلت المسيح وبعت المسيح بأبخس الأثمان انا بدعوك اليوم انك تعترف بخطيتك اعترف قل له يا رب ارحمني وانا بدعوك اليوم انك التوب عن كل خطية ارتكبتها ضد المسيح تعرف شو المشكلة لما الانسان بروح على الجحيم كل الفكرة والأساس لانك لم تؤمن بيسوع المسيح انا بدعوك انك تحط ثقتك وايمانك بالرب يسوع المسيح ولانه حي قام من الاموات قال اني حي انتم ستحيون ولانه حي هو قادر ان يغفر خطيات ولانه حي قادر ان يعطيك الحياة الابدية ولانه حي قادر ان يكتب اسمك في سفر الحياة فانت محتاج تيجي متل ما انت لا ببرك ولا بتقواك ولا كنت كبير ولا عظيم ولا زغير يمكن امير اللي بيحضر يمكن ملك يمكن رئيس يمكن وزير بغض النظر امام هذا الشخص كل انسان سوف يعطي حساب وسوف يقف امامه موسيقى ما اشتركوا في القناة